اولادي وبناتي طلبة الصف في السنة السنوي اهلا وسهلا بيكم احبائي وان شاء الله النهاردة لقعنا مع حل اختبر نفسك من درس الاول الاحساس فيه النبات ونشوف طبعا اول سؤال بيقول لنا ايه بيقول لنا اختار الاجابة الصحيحة طبعا من بين الاجابات اول سؤال بيقول لنا ايه بيقول لنا الشكل اللي قدامك المقابل يمثل اه تلت اه مستويات طبعا اه مستويات مختلفة من الاحساس لسلاسة تمام كائنات حية اي الاختيارات التالية يوضح ما يعبر عنه الكائنات سين وصاد وعين على الترتيب تمام عندنا سين وصاد وعين عندنا عين اقل طبعا في عملية اللي هو مستوى تعقد الاحساس صاد عليهم سين بين عين وبين صاد طب نشوف الكائنات اللي بيقول عليها في الغوريلا في دوار الشمس في الاخطبوت رب انا عاوز اعرف اللي هو مستوى تعقد الاحساس في تلت كائنات يا ترى مين الاقل لهم احساس طبعا عند النبات زي ما احنا عرفنا النبات يعتبر هو طبعا اقل تمام في الاحساس اقل وضوح النبات تمام الاحساس في الحيوان اكثر وضوحا الاحساس في الانسان يبلغ اعلى درجة من الكفاية والاتقان فبالتالي هرجع تانا واشوف ان عندنا رقم عين هيكون النبات يبقى عين اختار النبات تمام يبقى فاضل الايه الاخطبوت والغوريلا طب مين اللي هو مستوى تعقد الاحساس اعلى يا ترى الغوريلا ولا الاخطبوت طبعا صاد ده هيكون الغوريلا لان اكتر ايه تعقد في الاحساس طبعا هيكون سين اللي هو فاضل اللي هو الاخطبوت يبقى هنا كده رتب سين وصاد وعين وهو بيسأل هنا هو بيقول اختار حسب الترتيب سين وصاد وعين يبقى هنا اللي بيرتب دوت سين اختبوت سين اللي هو الاخطبوت اللي هو صاد الغوريلا عين اللي هو قلنا دوار الشمس يبقى هنا الاختيار بتاعي هو الاختيار دال ده الاختيار الصح على حسب مستوى تعقد الاحساس في الكائن الحي الاخطبوت سين صاد الغوريلا عين دوار الشمس لحسب الترتيب اللي هو ايه اللي عليه السؤال التاني بيقول تتباعد وريقات نبات مستحية عن بعضها عند طيب احنا امتى تتباعد وريقات نبات مستحية لما تمتلئ الخلايا بالمية يبقى عند امتلاء الخلايا بالمية اللي هو الانتفاخات الانتفاخ اللي هو الاولي والانتفاخ السانوي وانتفاخ قاعدة الورايكة لو انتفخوا هذه الانتفاخات بدخول الماء بالخاصية اليسموزية تتباعد الورايكات زي ما احنا شايفين طيب لو سمحت تتركز معايا لو حد حدث ان في فقد المية من الانتفاخات هدي يبتدي يحصل الشكل ده وتتقارب الورايكات يبقى هنا في تقارب نتيجة ان في اللي هو فقد مية لكن اكتساب المية يدي الشكل ده فتتباعد الورايكات وبالتالي الاختيار الصح نشوف متى تتباعد وريقات نبات المستحية عن بعضها هل لما بنلمس خلايا النصف السفلي لانتفاخ الورايكة ده هيفقد مية يبقى لمس هنا هيفقد مية بدى ما ينفعش الاختيار دوت لمس خلايا النصف العلوي الانتفاخ الورايكات برضو هيفقد مية بس طبعا ايه اللي هو الخلايا نصف السفلي بتفقد اسرق دخول الماء الى خلايا الانتفاخات النصف السفلي ايوة دخول الماء هيخلي فيه طبعا اللي هو الورايكات تتباعد خروج الماء من خلايا خروج الماء يؤدي الى انتماش ويؤدي الى تقارب الورايكات فده اختيار صحي غلط يبقى الاختيار الصحي بتاعي دخول الماء الى خلايا انتفاخات النصف السفلي وعرفنا ان فيه اللي هو الخلايا بتاعت المستحية بتعتمد طبعا الحركة بتاعتها على وجود الانتفاخات فالانتفاخات تلعب دور المفاصل في الحركة فانتفاخات اللي هو خلايا النصف السفلي وان اقصر ركة وحساسية من خلايا النصف العلوي هي تفقد الماء اسرع وطالما الانتفاخات بتفقد ماء يبقى اذا هنا هتتقارب الورايكات زي اللي في الرسمة دية كده بالزبط بتتقارب الورايكات لما النبات بيفقد ماء تتباعد الورايكات لما النبات بيكتسب ماء وطبعا بنعتمد على الخاصية الاسموزية في الفقد والاكتساب نشوف مع بعض ونكمل السؤال اللي بعد كده بيقول ايه السؤال اللي بعد كده بيقول لنا برضو من اسئلة اختبر نفسك وفي سؤال هنا بيقول لنا اختار الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة بالاستعانة بالاشكال اللي قدامك دية واعطيك اول رسمة غلاف الورقي تبعا الغلاف الورقي هنا منزوع الكمة اللي رقم اتنين كمة نامية ازيلت ثم وضع بينها بينها وبين الصاب كرس اجار وعرفنا مادة الاجار بيعاد منها الاكسين كمة نامية مغطاة بغطاء اسود والغطاء الاسود مش هينفز الضوء من خلاله كمة نامية اه كمة نامية ازيلت ثم وضع عليها شريحة ثم وضعت على شريحة ايه من المايكة والمايكة طبعا مش بتنفذ الاكسين كمة نامية ازيلت ثم وضعا بدلا منها كرس اجار والاجار ينفذ الاكسين هو جيلاتين اول سؤال بيقولنا ما ما السيكان التي تنمو وتتجه للضوء اذا تعرضت للضوء من جانب واحد ونبتدي نفكر مع بعض طب نبص للرسمة ونشوف كمة اه غلاف ورقي منزوع الكمة يبقى هنا فقط الايه الانتحاء تمام لازالة الكمة النامية كمة نامية ازيلت ثم وضع اه طبعا بينها وبين الصا كرس اجار ده يحصل انتحاء فيش مشكلة لان الاجار يعد الاكسين يمر من خلاله ينفذ من خلال الاكسين كمة نامية مغطاة بغطاء اسود لا مش هتنفع انه مغطاة بغطاء اسود طيب يبقى كمة نامية ده في العادي لا ده هيحصل طبعا اللي هو نفاذ الاكسينات وبتستجيب للضوء وهيحصل انتحاء يبقى هنا عندنا اتنين واربعة طبعا هنا المايكة مش هتعدل الاكسين مش تنفذ اكسين يبقى ده مش تنفع كمة نامية ثم ايه وضع بلا منها كرس اجار كرس اجار يبقى مش هينفع يبقى الاختيار الصح بتاعي زي ما قلنا كده اللي هو رقم اتنين ورقم اربعة يبقى الاختيار بتاعي اتنين واربعة يبقى السيكان التي تنمو وتتجه للضوء اذا تعرضت للضوء من جانب واحد اتنين واربعة ما السيكان التي تكون نموذج لقياس المقارنة بالقمم النامية طبعا اول ما يقول لي اللي هو القياس اللي هو البداية اللي هي ببدأ بيها وقارن بيها باية اللي هي الخطوات التجارب بتاعتي هتكون رقم اربعة لان هنا الكمة النامية كما هي ولم يحدث عليها اي تغيير يبقى اربعة فقط يبقى الاختيار اربعة فقط ما السيكان التي تنمو في استقامة اذا تعرضت الى الضوء من جميع الجهات تنمو في استقامة هيكون مين اللي بينمو في استقامة اذا تعرضت للضوء في جميع الجهات هيكون اتنين لان هي اتنين تقولنا اللي هي الاجار ينفذ الاكسين وقلنا طبعا اللي هي تلاتة طبعا تلاتة لان فيه كما نامية بس مغطاة فهتنمو برضو في استقامة اذا تعرضت للضوء من جميع الجهات يبقى عندنا كده تنفع اتنين وتنفع تلاتة وعندنا اربعة اللي هي الاساس في التجربة يبقى عندنا اتنين وتلاتة واربعة يبقى هنا كده هنختار اتنين وتلاتة واربعة يبقى اذا الاختيار بتاع الصح اتنين وتلاتة واربعة للسكان اللي بتنمو في استقامة اذا تعرضت الى الضوء من جميع الجهات بالتساوي يبقى اتنين وتلاتة واربعة مش هتنفع واحد واثنين وتلاتة واحد واثنين وتلاتة مش هنفع لان انا ايه تم ايه منزوعة الكمة النامية اه تلاتة واربعة وخمسة في شريحة مايكا مش هتنفع في خمسة اه اربعة وخمسة وستة ان اربعة تنفع خمسة المايكا مش هتنفع وهنا وزيرة الكمة النامية ووضع مدل منها كرس اجار اجار يبقى مش هتنفع يبقى الاختيار بتاعي اللي هو اتنين وتلاتة واربعة نكمل ونشوف لو في اسئلة تاني اختبر نفسك بيقول لنا السؤال دوت عندك هنا اللي هي اختار الاجابة الصحيحة يوضح انتشار الاكسين في قمة غلاف الورقي لبادرك الشوفان فصلت ثم وضعت افقيا على قطعتين من الاجار بينها مصافيحة معدنية تمام طيب هو دلوقتي عندنا طبعا اللي هو الاشكال اللي بتوضح انتشار الاكسين وضعت افقي افقي احنا عارفين لو وضعت افقي يبقى في انتشار لتركيز الاكسين في الجزء السفلي يبقى هنا كده في الجزء السفلي سواء للصاق او للجزر يبقى في تركيز اكتر من الاكسين عن الجزء العلوي طيب لو نفترض هنا مثلا ايه في الجزء السفلي خمسة وستين في المية يبقى الجزء العلوي خمسة وتلاتين في المية طيب يبقى هنا التركيز اللي هو ناحية الجزبية الاكسين تركيزه اعلى طيب تعالوا نشوف الكلام اللي بيقول ده خمسين خمسين لا مش يمنفع خمسة واربين يعني اقل لناحية الجزبية لا مش تنفع تلاتة وتلاتين مش تنفع يعني في سبعة وستين وتلاتة وتلاتين يبقى هنا التركيز اكتر ناحية ناحية الجزبية تركيز اكتر فبالتالي ده الاختيار الصحي بتاعي سبعة وستين ناحية الجاذبية و تلاتة و تلاتين البعيد عن الجاذبية تمام و ده توزيع الاكسين على قطعتين من الاجار بينهم صفيحة معدنية و البيادرة وضعت في وضع افقي يبقى الاختيار بتاعي الاختيار اللي هو رقم ديل نشوف السؤال الاخير بيقول طبعا ادرس الشكل ثم حدد الخطأ الموجود به مع تفسير ايه بتاكتك؟ طب نشوف الرسمة ونشوف الخطأ هو بيقول هنا في تربة جافة تمام؟ هنا في تربة جافة وهنا في تربة رطبة طب التربة اللي فيها رطوبة والرطوبة بالتساوي يبا هنا في رطوبة بالتساوي هنا فمفروض ان ايه ان الجزر ينمو بشكل ايه رأسي طبعا ينمو بشكل مستقيم يبا هنا مفروض اللي هو به ينمو بشكل مستقيم طبعا يبا الخطأ في يبا ايه حدد الخطأ يبا الخطأ طبعا في الشكل به ماشي؟ يبا الخطأ في الشكل به لأن من المفروض ينمو الجزر مستقيم ليه؟ مستقيم لتوزيع نسبة الرطوبة بالتساوي يبا لتوزيع نسبة الرطوبة ايه؟ بالتساوي على جانبي الجزر بالنسبة للنبات فبالتالي كده في خطأ يبا من المفروض ان ينمو الجزر بشكل ايه؟ مستقيم وليس منحني ل جانب اكتر من جانب اخر فهنا الخطأ هيكون في الشكل به كده حلنا مع بعض اختبر نفسك على الاحساس في النبات وان شاء الله نكمل مع بعض بعيد حل الاسئلة نطلب منكم لايك وشير وادعمونا عشان يوصل لكم وان شاء الله كل جديد